أهلا انا اسمي يوان الخوري و انا من السويد هلأ بهالفيديو بدي افريجكم كيفكن تتأكدون من الانجيل انه رايحين على السماء بس تموتوا هلأ في كتير عالم صديقين حالا انه رايحين على السماء كرمال ع الش PAT بقولوا اذا بيعملوا عمال حلوين preservation و اذا بيضلون عالم مناح يحيدون على السماء وعالم بيسعدوا انه هن منح و كرمال هيك رايحين على السماء بس الانجيل ما بعلمنا هيك الإنجيل بعلمنا، يسوع بيقلنا بالإنجيل أنه ما في حدا منيح إلا واحد وهذا الرب خليني فرجيكم من الإنجيل كيفيكم تتأكدوا أنه رايحين على السماء بس تموتوا الإنجيل بعلمنا برومة 3 و 23 مكتوب يعني كلنا خاطين ما في ولا واحد منه خاطئ وبرومة 6 و 23 مكتوب يعني العكاب الخطيئة هي الموت وخليني فرجيكم عن الموت الثاني بدي فرجيكم شو مكتوب عن الموت الثاني برؤية يحنى 20 و 14 مكتوب وخليني نشوف مين بيروح على الموت الثاني البحيرة النار بحيرة النار الموت الثاني خليني نشوف مين بيروح هناك برؤية يحنى 21 و 28 مكتوب هون يحنى عم بيعطينا عمتال هلأ اخر مثل بيقلنا كل الكذبين اوكي اذا انا بسأل حالي ما فينا عد عيدية قديش مريت انا مكذب بحياتي وانا بتأكد انه كل واحد اي الكذبش يمره بحياته مش هيك هلأ شو عم جاري بفرجيكم انه الانجيل بعلمنا انه كلنا منستاهل نروح على الجهنم ما في ولا واحد بيستاهل يروح على السماء كلنا منستاهل نروح على الجهنم اوكي بيكفي كذبة تالواحد يستاهل يروح على الجهنم بس الرب بدو ايانا نروح على الجهنم اكيد لا الرب بدو ايانا نروح على بحيرة النار اكيد لا برومة 5 و 8 مكتوب خليني نركز عن هالمقطع وخبركم اكتر عن حب الرب حلأ الرب هو نزل بجسم الانجيل بعلمنا انه ياسوع هو الرب فيه بس واحد رب بس هدا الرب هو كلات اشخاص البي الابن وروح الكدس البي بعث الابن الابن نزل بجسم ببطن مارا اسمه ماريا وهدا من الروح الكدس وعيش حياة بلخطية ما عمل ولا خطية وتذكروا كان في عنده جسم مثلنا يعني اتجرب بس ما عمل ولا خطية والانجيل بعلمنا انه ضربوه بزقوا عليه وبعدها نعلقوه على صليب وبأول رسالة بطرس بيعلمنا الانجيل انه هو فوق على صليب حمل خطياتنا بجسمه وبعدها مات ونزل على الجهنم ثلاثة أيام وثلاثة ليالي وبعدها انتلع من الموت هلأ كل هؤلاء اعمال 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 يخلصنا من خطياتنا يعني ما فينا نخلص حالنا باعمالنا بعد ما نعمل اعمال ادما نجرب نكون مناح نحنا منا مناح كلنا خاطين كلنا منستاهن نروح الجهنم هلأ خليني فارجيكم شو لازم نعمل تنخلص خليني فارجيكم شو لازم نعمل تنكون متأكدين انه راحين على السمع هلأ بأعمال ستعش ثلاثين يا واحد والثلاثين مكتوب عن واحد سجان بيسأل التلميذ بيسألهم شو لازم يعمل تنخلص وخليني فارجيكم شو بيجاوبوه مكتوب يعني شوفوهن ما قالولو تعمدوا بتخلص ما قالولو عمول اعمال حلوين ما قالولو كونوا منيح وبتخلص وعمول اعمال حلوين تتخلص ما قالولو روح الكنيسة تتخلص قالولو صدق بيسوع المسيح وبتخلص لانجيل بعلمنا انو بس نقامن بيسوع منخلص لازم نحط كل سيئتنا فيه مش بأعمالنا اما بحالنا نقول نحنا مناح ونحنا فينا نعمل أعمال تنروح السمع لا مش هيك منخلص بإفسوس 2 8 9 مكتوب يعني متشوف بها المقطع انو الخلاص هو هدية نعمة الرب اللي بتخلصنا كيف بيطلعنا اياها بس نقامن بلاش انو هي هدية ومكتوب ذات المطرح انو منا من الاعمال مش من الاعمال ما بيطلعنا الهدية بس نشتغل انو هي هدية هلا تصوروا في شاب حدي وخلينا نقول انو بقلو يا شاب انا عم بعطيها الهدية وبقلو خد الهدية يا شاب بس تعيش تغل عندي بسنة بتكون هدية اذا عم بلو يشتغل عندي بسنة طي يطلع له اياها لا تصوروا بعطيه الهدية وبعدين بيجي بعد جمعة وبقلو رجع له الهدية ولا شفتك عم تختم بارح بتكون هدية لا هدية هي بلاش كيف دفع طي يطلعنا اياها ياسوع دفع بدمه وانحنا كي بيطلعنا اياها بس نصدق بلاش ما بنشتغل الواح ما فيه يشتغل طي يطلع له هدية وما بيشتغل طي تدلع معه الهدية مش هيك الخلاص هدية خلينا نذكركم شو مكتوب روما ستة وكلاتة وعشرين تتذكر بس ارينا عن العكاب الخطيئة انو هي الموت خلينا نفرجيكم من زيت المطرع شو مكتوب يعني هوم نشوف انو حيات عبدية هي هدية وخلينا نفرجيكم شو ياسوع بيقول بيوحنا كلية 16 بيقول فر قد صو loved the world that he gave his only begotten son that whosoever believeth in him should not perish but have everlasting life البسدد بياسوع بيتلع له حيات عبدية وحيات عبدية هي هدية ما رح نخسره هدية إذا بنصدق فيه بتصور إلنا. بتصور فينا نتأكد مية بمية إنو راحين على السماء إذا أخذنا هيا الهدية. أوكي؟ انو فكروا فيها. إذا في عينكم هدية والرب يجب بعد إنو بيرجع كلمة لعملته شي خطيئة. ما بتكون هدية. مش هيك؟ ومش بس هيك. حياة عبدية. هلأ إذا في عيننا حياة عبدية ومنخسر البكرة. كان حياة عبدية؟ لا. كان حياة يا بكرة. بيعطينا حياة عبدية هدية. بلاش؟ هلأ خليني فرجيكم كمان اللي بيسدق والبي يخلص. ما لح يتحاكم. ما لح يرجع يتحاكم. ربي إياها بالنجيل بيحنى خمسة واربع عشرين مكتوب. كما لح يتحاكم. 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 يعني منشوف هون اللي بيصدق فيه. أوكي؟ اللي بيخلص في عنده حياة عبدية. أوكي؟ وفينا نشوف بأول رسالة يحنى إنو اللي بيصدق فيه بيكون في عنده لحياة عبدية. مش إنو اللي ناطرين تا يطلعنا إياها. صارت إلنا. الهدية صارت إلنا. أوكي؟ بس نصدق فيه. وما لح يتحاكم. شفنا من ذات المطرح. يعني إذا رب بعدين بيحكمنا وبيكبنا على الجهنم. ما كانت هدية. مش هيك؟ وقال إنو ملح يحاكمنا. بيكون حكمنا. وما بتكون صح إنو هي المقطع بالإنجيل. بس الراب ما فيه يكذب. ما فيه ولا كذب بالراب. إذا الراب بيقول ملح نتحاكم بس نصدق فيه. ملح نتحاكم. هلأ تذكروا. ما عم بقلكن إنو عالأرض لح فينا نعيش كيف ما بدنا. الإنجيل بعلمنا بس نعمل غلط عالأرض. إذا منروح ونخالف وساية الرب عالأرض. لح يحسبنا عالأرض. أوكي؟ تذكروها. لح يحسبنا عالأرض. يعني مش لازم نعمل غلط. إذا منعمل غلط عالأرض لح يحسبنا عالأرض. بس الإنجيل بعلمنا إنو خلاص هدية. ما بياخده مننا. ما بيرجع الهدية. يعني إحنا راحين عالسماء. بس إذا بدنا نعيش حياة حلو. ويكون مبسوط فينا. ونفرجينه ونحبه. منعمل متل ما بيقلنا. ومنعمل أعمال حلوين. أوكي؟ كل هوا الأعمال الحلوين فينا نعملهم. نعملهم. أحسن نعملهم. مش لازم نعمل غلط. أوكي؟ بس ما منعملهم تروح عالسماء. لازم تشوفوا الفرق. ما منعملهم تروح على السماء. منصدق فيه تنروح على السماء. لنعمل أعمال تيكون مبسوط فينا. وتنعمل ما بيقلنا. نفرجينه ونحبه. ولازم نعمل الصح مش هيك. لازم نعيش حياتنا ونعمل الغلط. بس تذكروا. شو ما نعمل. قد ما نخطأ ما منخسر لخلاصه إنو هيا إلنا صارت. لننصدق. نحنا لنصدق صارت إلنا. خليني فرجيكم إنو في عالم بيصدقين حالو إنو هيني مسيحية. اللي حيقفوا قدامو. وبيسموه راب راب. وبصدقين حالو إنو ر راحين على السماء. بس ما بيعرفهم. ومن المسيحية ومن راحين على السماء بمتى سبعة واحد عشرين وثلاثة عشرين مكتوب. Not everyone that saith unto me, Lord, Lord, shall enter into the kingdom of heaven. But he that doeth the will of my Father which is in heaven. Many will say to me in that day, Lord, Lord, have we not prophesied in thy name? And in thy name have cast out devils? And in thy name done many wonderful works? And then will I profess unto them, I never knew you. Depart from me, ye that work iniquity. شو عن بيقولوا? يا راب يا رب ما تنبأنا باسمك? ما طلعنا الشيطانات باسمك? ومعملنا عمال حلوين? كتير عمال حلوين عم بيقولوا باسمك. شو اللي نجيل باعلمنا انو مش من العمال هي هدية الخلاص هدية كي بيطلعنا اياها بس نصدق نعمة الرب بيطلعنا اياها بس نصدق وشو بيطلعنا حيات عبدية مش هيك ما بنشتغل تا يطلعنا اياها هاودي مصدقين بأعمالهم مصدقين انو عمالهم حيخدوهن هالسبا تذكر شو قلت لكم لازم نحط كل سيقتنا بياسوعة مش بحالنا اوكي وقال لهم ولا مرة عارفتكم اوكي ما قال لهم كنت عارفكم بارح وبطلت عارفكم انو الرب بس يعرفنا مرة بيضلوا يعرفنا اوكي بس نطلعنا الهدية بتصور لنا الهدية مش هيك الانجيل باعلمنا انو الواحد بس يصدق بياسوعة بيصور ولد الرب هلا انا اذا بس صدقت بياسوعة صدت ولد الرب كلنا ولاد الرب بس نصدق بياسوعة بس قبل ما نصدق بياسوعة ما بنكون ولاد الرب اوكي اذا صدقتو خليني فرجيكم مطرح بيروما برومة عشرة تسعة مكتوب وبي تلتاش برومة عشرة تلتاش مكتوب يعني إذا صدقتوا وبتكن تتأكدوا إنه طلعتكم الهدية مكتوب هون لنجيل عم بعلمنا برومة عشرة تسعة عشرة إنه بيعترف بيتموا الرب يسوع ويسدق بقلبه إنه الرب طلعه من الموت بيخلص وشفنا برومة عشرة تلتاش إنه مكتوب إنه كل من يدعوا باسم الرب بيخلص مش هيك إذا بدكم يساعدكم إذا منودي راسنا ومنسليله تسألوا هلأ دغري يعطيكم الهدية تلتكن بتأكدين إنه تذكروا مكتوب كل من يدعوا باسم الرب بيخلص مش هيك اللي بيعترف بيتموا الرب يسوع وبيسدق بقلبه إنه رب طلعهم الموت بيخلص هلا خلينا نوتي راسنا ونسليله إذا بدكم تتأكدوا إنه أخدتوا الهدية يا رب ياسوع أنا خاطئ أنا بستاهل روحي الجهنم بس أنا بصدق إنه أنت مت كرمالي وطلعت من الموت عم بصليلك تتخلصني من الخطايا طبعي وتعطيني الهدية بصلي باسمك ياسوع أمين مبروك إذا عملتوا مثل ما النجيل بيقول مثل ما إرينا إذا منعترف بيتمنى الرب ياسوع ومنسدق بقلبنا إنه الرب طلعهم الموت بنخلص كل من يدعوا باسم الرب بيخلص مش هيك مثل ما إرينا إذا صدقتوا بقلبكن وصليتوا معي سألتوا عن الهدية صارت الهدية لكم مبروك